بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 4 بارت وان فليكشورد رينفورسمينت انسلابس بنتكلم في الجزء دوت على تفاصيل الحديد او التسليح اللي موجود في البلطات اللي عندنا في الاسلابس وبنبدأ نتكلم هنا ان الحديد ده هيبقى موجود في شريحة الشريحة دي لعرض بتاعها واحد فيت وفي نفس الوقت الديامتر بتاع البار اللي حنشتغل عليه هيبقى بالانش فبنقول ان الاريا ستري الموجودة في الفيت بتساوي الاريا بار مضروبة في المسافة بتاعة الستريب اللي هي واحد فيت اللي هي اتناشر انش على البار سبيسينج ان انش ده تابل التابل دوت بنستخدمه في عملية التسليح موجود في الديامتر بتاع البار ممكن يبقى تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة انش هنا ده البار سبيسينج على سبيل المثال السبيسينج هنا اربعة او اربعة ونص ده الاريا بتاعة البار بنتكلم على المكسيموم سبيسينج المسافة القصوى بين كل سيخ والتاني اللي احنا بنسميها اس ماكس الاس ماكس بتساوي السمولر القيمة الاصغر من تلاتة تي لسلاب سيكنس او تمنتاشر انش واللاحظ ان احنا لازم نعمل تشيك على الكراك كنترول لعلشان نتأكد ان الكلام دوت مهم جدا في حالة الاكستيريور اكسبوجر وفي حالة الارج كافر دايمينشنز اكوردنج تول اي سيكشن عشرة ستة اربعة يبقى احنا دلوقتي بنقول ان الاس ماكسيموم دي بيندل الكود الاي سي اي ما تزيدش عن تلاتة او تمنتاشر انش بناخد المسافة الصغرى فيهم اللاحظ برضو هنا شوات مراحزات على حكاية التسليح اللي موجود في البلاطات فبنقول ان السينسلابس شرينكيج بيحصل فيها عملية الشرينكيج الشرينكيج دوت بيبقى اسرع من الديبر بيم وموضوع الشرينكيج دوت اللي هو ان الخرصانة بعد ما بيحصل لها عملية التسلط بيحصل لها انكماش في الحجم ده بيترتب عليه ان تنسى الاستريس بتتولد داخل الخرصانة وبيبقى مطلوب حديد تسليح عشان يقاوم هذه الاجهدات التمبرتشر والشرينكيج سواء كان في التنشن ستيل او في الشرينكيج ستيل بمعنى ان احنا بنحط الحديد الحديد دوت ده الفليكشور ده عشان يقاوم الكراكس اللي موجودة في الكاميرات اللي عندي نفس الكلام ده الشرينكيج ستيل اللي بيبقى عمودي عليه علشان يقاوم الكراكس النتجة عن عملية الانكماش في الخرصانة بنتكلم على الاريا ستيل مينيمم الاريا ستيل مينيمم لاما تساوي اتنين من الف مضروبة فيه المساحة بتاعت الكروس سيكشن اللي هو واحد فيت مضروب في التيل طبعا احنا مقاوضين هنا بالواحد فيت بيساوي اتناشر انش الكلام ده في حالة الاف واي بتساوي اربعين او خمسين كي اس اي طب لو الاف واي اتغيرت باعت ستين يبقى الاريا ستيل مينيمم بتساوي بوينت زيرو زيرو وان ايت مضروب في اتناشر انش في التيل في حالة الاف واي بتساوي ستين في حالة الاف واي اكبر من او يساوي الستين بتساوي بوينت زيرو زيرو وان ايت مضروب في ستين على اف واي في مساحة القطاع اللي عندي اللي هو المفروض واحد فيت مضروب في التيل اللي هو الاسلاب سيكنس الكلام ده كله لازم يبقى اكبر من او يساوي بوينت زيرو زيرو وان فور مضروب فيه مساحة القطاع اللي هو اتناشر انش مضروب في التيل بنقولي الاس ماكسيموم تاني سواء في الحالة دي في حالة التنشان ستيل او في الشرنكيج ستيل المفروض ما تزيدش عن خمسة او تمنتاشر انش بنحسب القيمتين وناخد القيمة الاصغر بفليكشور رينفورسمنت برالل توسبان وده منطقي انا عندي الكاميرا او عندي البلاطة بيبقى عليها المومنت بيبقى في الحالة ده حديد التسليح بيبقى حديد التسليح في الحالة دي بيوازي الال بنقول الاريا ستيل منيموم بتساوي الاريا ستيل منيموم سواء كان في التنشان ستيل او في حالة الشرنكيج ستيل الاريا ستيل AMA بتساوي 75% الاريا ستيل في حالة الال Burned Conduction الس ماكس هنا بنستخدمها ل reinforced spacing دي صورة بتوضح الحديد اللي عندي الحديد اللي احنا شايفينه الحديد الازرق ده موازي للسبان يبقى ده هو الحديد الاحمر دوت اللي احنا رسمينه بالاحمر ده عمودي على السبان ويبقى ده shrinkage طبعا الستيل بنحطه في الاماكن اللي احنا محتاجينها اللي هي المناطق اللي بيبقى فيها المومنت اللي عندي بيتولد عنه tension وبالتالي بنحط حديد التسليح لمقاومة اجهادات الشد